وصلنا على الأد نتابعين حلقتنا بتصير على الهواء باتريك دكتور باتريك سنيفر أهلا وسهلا فيك معنا اليوم الموضوع كتير حلو موضوع عن الصوت لكل اللي عم بيتابعونا وهو بيعني كل الناس كيف تقدر تحافظ على صوتها يعني كمان كل اللي مهنتهم مرتبطة بصوتهم يعني مثل الأستاذ بيستعملوا صوتهم كتير اللي بيغنوا اللي بيمسلوا اللي بيقدموا برامج يلي عندهم كتير بعتقد حكة مزهوط مثلك أنت نوعا نوعا بسهم ما يكون الحكة على الفاضة يعني مثل السياسيين المعظم السياسيين اللي عندنا يلي بيستخدموا صوتهم من دون إفادة باتريك شو هو الصوت أكيد الصوت هو نتيجة لهوا بيمروء بالحنجرة الحنجرة عندنا أوطار صوتية بيمروء من خلال الهوا وبتعطينا فيبريشن فيبريشن تعطيها الصوت ونحن مع العمر مع كلما الولد كبر بالعمر كلما تعلم كيف بده يطلع صوته وكيف بده يستعمل صوته الآن الصوت هو فيه أشخاص مثل ما بتعرف إليه بيخلقوا صوتهم كتير حلو فيه أشخاص صوتهم بالمرة بشع هيدا خلقة ربنا هيدا الأناتومية يعني كيف مكون الحنجرة كيف مكونين الأوطار كيف مكونين العضلات عم نحكي عن الصوت بالحكة نحن مش هم نحكي عن الصوت بالغير مظبوط مظبوط هيدا عم نحكي كيف الصوت بيطلع من الحنجرة طبع الشخص فيه تحسن يعني فينا مثلا إذا كان الصوت عريض كتير أو فيه خني أو يمكن بيعطي على صوت أصغر من عمره الواحد فيه طريقة؟ أكيد فيه طريقة ولكن أنت بتعرف أن الصوت هو مش بس نحنا شو كيف صوتنا نحنا الصوت بيتحسن وبيصير أحسن وأحسن مع التمارين مع طريقة كيف نحنا منستعمل صوتنا كيف منتنفس كما وأنه المنخور يعني الأنف بيأثر كتير على الصوت يعني بيقلولك مثلا هيدا شخص فوانا زوني بيقلوله يعني صوته بيطلع من منخوره وهيدا كمان كتير بيأثر اللواز كتير بيأثره كمان إليه على الصوت وبيطلع صوتك مثل كأنه منقله هوت بوتيتو يعني مثل كأنك أكل بطاطا صخنة وعم تحكي دونك في عندك تأثير على نبرت الصوت كتير هيدا أكيد كله بدنا ننتبه بتذكر زكي نصيف من زمان وقتها كان ينقل مطربين كان يقل له مثلا يا ابني أنت عندك لحميات روح أمول لحمياتك قبل ما تجي تغني أو قبل ما تجي تقدم لأن كان يطلع صوته نزوني الله يرحمه فكتير مهم الصوت ما يخن يعني منخور ما يكون عم بيخن الصوت هيا أول شغلة كتير مهم أنه الهواء نعمل كنترول إليه أنه نعرف كيف نطلع الهواء من صدرنا ونطلعه من خلال الأوطار كرميل نعمله كنترول ويعطي يعني أحسن نبرة كرميل نوصل للي بدنا نوصله أكيد المطرب عنده شغل أكتر بكتير من غيره اللي بيغني الموزيع بده ينتبه لأنه كل النهار لازم يستعمل صوته بطريقة ما يجرح أو ما يتعب صوته تما يوصل لمطرح مسانتين نهار ما يقدر يعمل البروغرام ما يقدر يكفي حكي أسيدزي كمان اللي بيستحقوا صوته كتير نظبط منشان هكي عندنا شيء بطولوجي بالطب اسمه سينجرز نوديول سينجرز نوديول يعني فيه أوقات أشخاص ما بيستعملوا صوته بطريقة فعالة منيحة بيغنوا وعندهم موهبة صوته حلو ولكن بيجرحوا صوته مع الوقت بيعملوا نوديول بيعملوا نوديول صغير مثل درني صغير يعاوطر الصوت هاي دي بتعمل لهم بحة هاي دي البحة لوين ممكن تقدي أنا بعلم شو عم تفكر عم تفكر أنه خيفين من معقوله الكنسر أو مش كانسر هلأ نحنا الكنسر هو من أكتر شيء بيأثر عليه هو الدخان الدخان والرفلور الرفلور نحنا من القصص الملازم أبدا نستحتر فيها يعني وسيقلو لك شخص عنده أسيد بتطلع من معته أو بحس بحرقة أو شيء لازم كتير ينتبه لأنه الرفلور بيأثر كتير على الخلية بخلية أو قد تتحول لخلية سلطانية مع الوقت لازم كتير نعمل كنترول للرفلور الرفلور بيأثر على الأوطار لأن بمجرد ما طلع الأسيد ووصل على الوطر بيورمون وبيعملون مشاكل بيصير الوطر بطريقة يعني انفليمد دونك ما بفينا نستعمله بطريقة منيحة ومع الوقت بيعملنا مشاكل بيعمل نوديولز الدخان إلي الدخان كتير مهم في عندي كتير متربين بيدخنوا بتضيق كتير من هالشغلة في عندي متربة كتير مهمة وأديرة يعني ما عم تقدر تغني لأنه عندها شيء اسمه ميكس أوديم شو هو ميكس أوديم؟ هو ورم على الأوطار الصوت ورم ماي منه كانسر ورم ماي من شو؟ من وراء الدخان بيقولوا لها ميكس أوديم بيكون معبّة على الوطر مي مثل برديتين في يوم مي وصوتها بالفعل يعني بتسمعها بتقول بيش ما أقول شو بتدخن بيش ما أقول وهي بتدخن بالفعل ولكن تنحل بعملية هايدي هايدي الشغل تنعمل بعملية لما يكون العلاقة يعني بأوطار الصوت يعني عملية هي مثل ما بنسمع أنه هي عالية الريسك أو عالية الخطورة؟ بيش مزبوط أول شي بدك تحدد شو الباتولوجي بس تكون الباتولوجي معروفة شو هي يعني شو المشكلة؟ مثلا الميكسو دائم عملية كتير سهلة ولكن بتحسن حياته للإنسان خصوصي الفنان أو المزيع دونك كتير بتحسنوا حياتهم بيرجعوا بيغنوا بيرجعوا بيحكوا بطريقة كتير فعالة أكيد مع أنه نوقف الدخان لأن نحنا منكون وقفنا يعني شلنا النتيجة ولكن ما شلنا السبب إذا ما وقفنا الدخان دونك الدخان لازم يتوقف هلأ في عمليات أوقات بتكون فيها مثلا كانسر بيكون فيها أو على وطر فيه كانسر هيدو اللي بيتأثر الصوت وهو بتلاقي أنه عمل عملية وراح صوته بطريقة كتير أو تأثر بطريقة كتير ممكن يرجع الصوت؟ حسب الباتولوجيا برجع بإلاك إلي حسب الباتولوجيا الميكسو دائم مثلا الماء على الوطر بيرجع بأكيد نوديول أكيد بيرجع في حتى كانسرز بيكونوا مبلشين بأول مراحل كمير بيتحسنوا كتير بس نشيروا وخلص بصحوا يعني منقله كانسر انسيتو يعني بعده مبلش ونحن لقاطناها بكير منشان هكي كتير مهم بس شخص ينبح خصوصي مطرب خصوصي مزيع لازم يعمل نظور نظور هو أهم تاست بينفد من قلب المنخور تكون كتير صغير مثل الكاميرا بتفوت ما بتزعج وما بتضيق إلا ندفد شوية زكزوك منفوت ومنشوف الأوطار ومنشوف إذا فيه باتولوجيا عليها وساعتها منقرر شو لازم نعمل بطر سنايفر الصوت من وين لازم يطلع يعني فيه ناس بيستعملوا صدرهم طيطة على صوتهم فيه ناس من معدتهم فيه ناس بيستعملوا كتير الحنجرة وهذا بيعتقد بيسبب تعب كتير للصوت عم بيحكي بالحكة وإذا بنا نحكي بالغناء هناك بيكون كمان بعد النتيجة سيئة كتير مزبوط منشان هكي في كوتشينج في كل فنان وكل ستار بالحياة بيكون عنده كوتش كوتش بيعلمه كيف يطلع نفسه كيف يتنفس كيف يستعمل عضلات صدره كيف يستعمل عضلات حنكه عضلات الرأبة كرميل يطلع the best هو أحسن شي إنه نطلع الهواء من صدرنا نستعمل عضلاتنا بطريقة نعمل كنترول للفلو طبع الهواء اللي عم بيطلع من خلال هالأوطار كرميل يعطينا صوت كتير حلو نتحكم فيه بلا ما يقطوش صوتنا أو بلا ما يعمل vibration هلأ كتير بدي شدد كمان على شغلة كتير مهمة إنه كل الفنانين وكل المزيعين وهيكي في قسم كبير منهم بياخد أدوية أعصاب هذا كتير بيأثر صوتهم على vibrato طبعا الصوت دونك هيدا كتير مهمة ننتبه إنه إنه الأدوية اللي يكون عم يخطى الشخص نعرف شو هي كما وإنه في شيء كتير مهم في كتير أشخاص رجال خصوصي بياخدوا أدوية أبازدو تستوسيرون طيعلوا التستوسيرون بجسمهم وهاي بتشوفها كمان بستارز بتشوفها بالأشخاص المشهورين اللي حابين يحافظوا على شبابهم مثل ما بيقولوا هيدا الشيء بيأثر كتير على بيعرض الصوت بيعرض الصوت وقات بيختفي وقات في عنا كتير أشخاص بيختفي صوتهم بتعملهم كل شيء في فحوصات بتعملهم سكانر لصدرون نظور صورة للرأبة صورة للراس لأن انت بتعرف بتخيف بس يكون الوطر بش عم بيشتغل مزبوط بتخيف ما يكون فيه الله لا يقدير لازيون بالراس بتعمل كل الفحوصات لتوصل لنتيجة بتلاقي انه ما في نتيجة بتنبش أكيد بتلاقي انه هيدا إفي سيكوندير طبع الدواء لازم ننتبه لها الموضوع خصوصا انه في كتير أشخاص عم بيخدوهم طيب السيجارة الإلكترونية نفس التأثير على الصوت من السيجارة العادية غلا السيجارة الإلكترونية نحنا دايما منقول هيكي انه هي مش انه بدنا نستعملها كرمال نطلع من الدخان ولكن لازم نوقف الدخان بس اذا ما بدنا نوقف دخان انتقل لسيجارة الإلكترونية لانه فيها نسبة نيكوتين تعطيكيها بلا ما يكون فيها المادة اللي بتأزيل كانسيريجان يعني أقل بكتير من السيجارة العادية دونك اكيد نحنا اذا ما بدنا نوقف دخان ننصح انه ينتقل لسيجارة الإلكترونية اكيد نعم في ناس صوت واطئ في ناس منحسها كأنه عم تحكي بقلبها يعني حتى الكلام ما بعد يكون مفهوم وفيه كمان ناس ما كتير بتحرك الشفافة هي وعم تحكي وهي دي كأنه خلقة يعني بتحس يعني الحرف مش اخد حقه شو فيهم يعملوا هؤلناس هلا بموضوع الصوت بموضوع الصوت اللي دايما ستون ديسبلين ملتي ديسبلينار يعني نحن منكون الطبيب مع الأورتوفونيست مع الفويس كوتشينج يعني اللي بيساعد على الصوت لازم يكون اكيب كبير يحاوط هالشخص كرمال يوصل للي بدو يه اجمالا اجمالا هؤالأشخاص اللي عندن هالمشكلة الصوت هيدو اللي بدون يتجه لأورتوفونيست أكتر تعلمون كيف يحكو كيف يفتحو تمون كيف يستعملوا عضلاتهم وكمان الفويس كوتشينج كمان كتير بساعدهم بس نحن منتفضل أكدر الفويس كوتشينج للأشخاص اللي مهنتهم يعني فيها وهون كمان الأهل لازم ينتبهوا خاصة من عمر صغير يعني واحد بيبين كيف يحكي لأنه هيدا الشي يعني إذا عم تشتغل مع حدا صوته واطي أو ما بيلفظ منيح يعني كمان هيدا بتأثر سلبا على الشخص خاصة بيشغل مثلا فيه كتير تواصل أكيد هيدا أهم شي ومثل ما قلت لك هذا شغل الأورتوفونيست أكتر يعني مش شغل الحكيم تتعلمه كيف بده ينطق تتعلمه كيف بده يساعد فيه قسم منهم كتير بيكون بسيكوجين بسيكوجين يعني بيكون مرض نفسي بيكون مشكلة نفسية بتلاقي مثلا تجي المرضة لعندك بتقل لك أنا صوتي بيقطوش أنا وعم بحكي أو أنا وعم بغني بيقطوش نفسي أو شي هذا كتير مهم لازم نركز عليه عند الأشخاص اللي بيستعملوا صوتهم كمان عند المطربين منشان هيك بيقلولك بيقلولك بس في رهبة المسرح لا كلمة كلمة مثلا طل المطرب على المسرح أو طل المزيع على المسرح قبل ما يطلع بيكون خيفان كتير هالشي بيأثر كتير على صوته أوقات منضطر نعطيهم بروبرانولول يعني دواء كرمال يروقون شواء ولكن نحنا قد ما فينا منفضل بالأدوية يعني بيكمش الصوت ما بيقود فاتح مشان هيك المطربين منحس أنه بيقلعوا تالت غنية تقريبا بيكونوا ارتاحوا هذا شيء منه هين كمان أنه يواجه الجمهور بالألاف وأنه يعمل غلطة وعم بيغنى ده هو بعصب يمكن الجمهور حتى ما ينتبه له بس هو بيكون انتبع أنه ما صاب النوت أو كان على غير على غير تونالي هيدا الحرفية طبع الطبيب طبع المطرب يعني أو المزيع أنه قده بيكون معود ده عنده experience بحياته كل ما بيطلع على المسرح أكيد فيه رهبة أكيد الأدرينالين راش يعني مهم كتير لتعطيل للشخص وطالع على المسرح لأنه يعطي أحسن وأحسن ولكن كل ما كان عنده experience كل ما سيطر على هالشي وما خلى أنه الصوت يتأثر أو يقلع بطريقة كتير بطيئة هيدا اللي بيفرق بالخبرة يعني منشوف هيدا عنده خبرة هيدا لا سؤال أخير كيف الإنسان بحافظ على صوته أول شي قبل كل شي الدخان ممنوع أكيد الأكل الصحي وننتبه على شو عم ناكل أكيد الرفلو بدنا ننتبه له كتير 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 بدنا ننتبه من قصة الالتهابات يعني التهابات اللواز قواتب نضطر كتير في فنانين خصوصها بسقافة الفنانين الخليجية يعني منشوفها أكتر بيعرفوا هالشي أنه إذا شخص عنده التهاب لواز وهو فنان ومطرب بيشيل لوازه بيجول لعنا منشلوا اللوازه بطريقة في طريقة سبيسيال كرمال يعطي the best performance دونك الصوت هو مثل جوهرة إذا الله أعطيك موهبة أنت بتسأله ولكن هذا اللي بيفرق بين أماتور وبين بروفيسيونال الانتباه الكوتشينج ما ينسأعى ما قاله أكيد كله بدون ينتبه له هو بأسره على الريفلكس هذا بيعملوا بيعملوا ريفلكس بيعملوا وراء الأوساط الحر الحر نحن أكيد ما منحبزه لأن بيعمل وهج كتير قوي أكيد ما منفضل أنه حضا يخطر في شيء بتحب تزيده مرسي ألي وحاول هاكي يعطينا شوية تبس هو موضوع كتير متشعب يعني كتير كبير باركي منبقى منحكي عنه شوية شوية عن ديطاي يعني عن كل عن كل مشكلة أنت ابن فنان كبير صوت وصورة وحضور الفنان الكبير أليس نايفير يلي كل ما يقطع وقت منحس بحنين لحضوره لها المرحلة من فترة تذكرنا كمان ليلى كرم يلي كمان كانت شريكة بهالمشهد الحلوهي وغيرها وغير الفنانين الكبار بقى منحس قد كمان كان صوتهم جزء مهم من هويتهم على المسرح أو بالتلفزيون هيدا اللي بفرق كل الفنان وكل شي لأن بس تسمع شخص بتلاحظ الستارز اللي عنا إياهم بمجرد ما تسمع وتعرف أنه هيدا الشخص لما نجحوا هن الصوت ما بتفرق وتقول لا يمكن هيدا يمكن هيدا ففي أصوات هي زيتها مثلا صوت بي أنا كان بس تسمع وتعرف أنه هيدا إليس نايفير فيروز بس تسمع فيروز صباح بس تسمع صباح دونك وديع بس تسمع وديع هيدولي أصوات خلص مميزين ما في شي بيشبهون ما حدا بيشبهون مليون بالمئة أهلا وصلا فيك دكتور سنيفير نحنا رح نتابع حلقتنا رح نتابع مع باللبناني تنحكي عن النصارى خليكن معنا اشتركوا في القناة